السلام عليكم لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الاهل والاصدقاء في واتساب فيسبوك انستغرام هذا فضلا وليس امرا ملثات بوليسية ميت في مقصورة القيادة لما تخرج الشاب عبد الحميد الصبار من مدرسة الطيارين في بريطانيا كان بامكانه ان يعمل في كبريات شركات الطيران في الخليج فوالده الاماراتي رجل اعمال المرموق وكان مساهما في واحدة من اكبر شركات النقل الجوي غير ان والدته المغربية والمطلقة من والده كانت تلح عليه للعمل مع شركة طيران في المغرب حتى يكون اقرب منها وما كان للشاب عبد الحميد يرفض لوالدته طلبا كان تكوينه وتفوقه في دراسته يتيح له فرصة العمل مع شركة الخطوط الجوية الاكبر في المغرب صار قائدا لاحدث طائرة اقتنتها الشركة ليلة الثلاثين من شتنبر من العام عشر والفين اقلع القائد عبد الحميد الصبار بطائرته من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كانت رحلة قاصدة نيويورك وكان ضمن طاقم الطائرة مضيفة شدت منذ فترة انتباه القائد عبد الحميد كانت شابة لم تكمل عقدها ثالث جميلة تنزع في هندامها الى الاحتشام والى ذلك كانت لبقة ومهذبة علم عبد الحميد وقد سأل عنها قبل بضعة اسابيع انها من عائلة عريقة من الرباط الى هذه الصورة الايجابية جدا التي كونها القائد عبد الحميد حول المضيف حنان حنان المسعودي فانه لاحظ انها تقيم علاقة ما بمساعده الاول احمد ردواني كان يشري بين افراد الطاقم حديث خافت حول قرب زواج حنان باحمد ومع ذلك فان القائد عبد الحميد كان قد حسم قراره هو يريد ان يفاتحها في موضوع الارتباط بها حلقت الطائرة سبع ساعات وحطت في نيويورك توجه افراد الطاقم الى الفندق وكان القائد الطيار عبد الحميد الصبار يقيم في فندق اخر ما ان استقر في غرفته حتى هاتف المضيف حنان المسعودي قال لها انه يدعوها الى العشاء في مطعم كذا وكان مطعما فاخرا معروفا لم تتردد الشابة في قبول دعوة القائد فالرجل عدا انه رئيسها كان يحظى بتقدير الجميع لتواضعه وحسن اخلاقه ارتدت افضل ملابسها ثم التحقت به جلس حول طاولة تم تحضيرها بعناية كانت الاضواء خافتة تزيد المكان هدوءا وتضفي عليه رومانسية اثناء العشاء افضل قائد لحنان بما يحس به تجاهها انهى حديثه بان عرض عليها الزواج كان العرض يبقي لها الاختيار بين الاستمرار في عملها كمضيفة طيران او ان تختار البقاء في البيت على ان يخصص لها دخلا شهريا يزيد عن الاجر الذي تتلقاه من شركة الطيران صمتت المضيفة الشابة صمتت لدقائق بدت لعبد الحميد دهرا اطرقت تفكر حتى حسبها انها ستعلن رفضها عرضه قالت له انها على ابواب الارتباط بالطيار المساعد احمد ردواني وان الامر رهين باتمامه الطلاق من زوجته الاولى ام ولديها اذا اكتدخل عبد الحميد قال لها ان زواجها من ردواني سيجعلها في كل الاحوال زوجة ثانية اما بالنسبة لولديها فستكون ابدا زوجة الاب تلك التي سرقت من امهما زوجها بدى كلام عبد الحميد مقنعا صمتت حنان دقائق اخرى ثم قالت انها بحاجة الى بعض الوقت حتى تنهي علاقتها بردواني كان العرض الذي تقدم به عبد الحميد لا يقاوم فالرجل شاب ومتألق في ميدانه فضلا عن انه ميسور الحال اذ كان والده قد جعل له اسهما هامة في شركة طيران خليجية في ساعة متأخرة من الليل رفقها الى الفندق لما توقف التاكسي الذي اقل لهم حرص على ان ينزل ويودعها بباب الفندق وضع قبلة على جبينها ثم ركب سيارة الاجرى لم ينتبه الى ان عددا من افراد الطاقم ومنهم احمد ردواني كانوا في بهو الفندق لما دخلت حنان فاجأها احمد ردواني وهو يصرخ في وجهها يتهمها بالخيانة ويصفها بالعاهرة لم تتقبل حنان ان تهان امام زملائها وزميلاتها ثم انها لم تقترم به رسميا بعد وفي كل الاحوال لا يحق له ان يعنفها ردت عليه بانها تفقت مع القائد عبد الحميد على الزواج وانها قررت ان تضع حدا لعلاقتهما كان لكلامها مفعول صب الزيت على النار ازدادها يجانا وصار يصرخ ويهدد بانه سوف يقضي عليها وعليها قبل ان يحقق ما يسعين اليه تدخل بعض افراد الطاقم وعملوا على تهدئة الاجواء بعد دقائق خرج احمد قال انه يريد ان يستنشق الهواء مضى حتى نهاية الشارع وقد تبعه احده رآه يركب سيارة اجرة بادر هو الاخر بركوب سيارة اجرة اخرى ومضى في اثره كانت وجهته الحي الصيني الشهير في نيويورك كان المضيف الذي تبعه يخشى ان يسبب ردواني تأخيرا في رحلة العودة الى الدار البيضاء وكانت مبرمجة لعصر الغد نزل ردواني من التاكسي ثم نزل المضيف شاهده ويدخل محل تاجر صيني متخصص في بيع الاعشاب والمبيدات الحشرية بقي يراقبه من بعيد طلب ردواني من التاجر الصيني ثم يمكنه من التخلص من الخنازير التي قال انها تأتي الى حقول عائلته فتفسد نبتها وزرعها مده التاجر بكيس بلاستيكي صغير قال له ان المسحوق الذي بداخله يمكن ان يقتل قطيعا من الخنازير بعد ان يمزج بالماء خرج ردواني وبينما كان يريد سيارة اجرة صادف المضيف الذي كان يتبع خطواته في الحقيقة افتعل المضيف تلك الصدفة توقفت سيارة اجرة صفراء واقلتهما الى الفندق خلال المسار ظل المضيف يهدئ ردواني لم يسأله عما كان يفعله في محل العشاب الصيني كان يحسب ان ردواني ذهب لشراء مخدر للاستعمال الشخصي لما وصل الى الفندق مضى كل واحد منهما الى غرفته في الصباح التقى افراد الطاقم في مطعم الفندق لتناول وجبة الفطور وقد استغرب الجميع الانشراح الذي كان يبدو على احمد ردواني كانت ابتسامته ولطف حديثه يناقضان تماما حالة الهيجان التي كان عليها الليلة الماضية اكثر من ذلك حرس الرجل على ان يبدي اسفه على الذي حدث تلك الليلة وامام الجميع اعتذر لحنان مضى كل واحد الى قضاء مآرب له كان الموعد الواحد زوالا في الفندق للتوجه الى المطار هناك التقى الطاقم بالقائد عبد الحميد الصبار لم يكن قد علم بالذي حدث بعد ان ودع حنان في باب الفندق صعد الجميع الى الطائرة اخذ كل واحد مكانه ثم بدأ استقبال الركاب في مقصورة القيادة جلس القائد عبد الحميد والى يساره مساعده احمد ردواني تم تشغيل المحركات وضبط اجهزة الملاحة بعد نحو نصف ساعة كانت الطائرة مستعدة للإقلاع صدح صوت المضيفة القائد عبد الحميد الصبار يرحب بكم على متن هذه الرحلة المتواجهة الى الدار البيضاء بعد سبع ساعات من الطيران سنصل بحول الله الى مطار محمد الخامس المرجو من السادة المسافرين ربط احزمة السلامة كثير من المسافرين يحفظون عن ظهر قلب تلك التعليمات والعبارات التي ترددها مضيفات الطيران والمضيفون في كل رحلة تختلف اللغة ولكنها التعليمات ذاتها اقلعت الطائرة بعد ساعة من التحليق باشر الطاقم توزيع بعض المرطبات كانت حنان المسعودي تتولى خدمة زبناء الدرجة الاولى والقائد ومساعدة كانت تعلم كما تعلم مضيفات اخريات ان القائد عبد الحميد الصبار كان يحب ان لا يتناول الا ما يأتي به من منزله من عصائر وحلويات كان كثيرا ما يشيد بعصير الكركديل الذي كانت تعده له والدته اخذت حنان قنينة عصير القائد من الثلاجة وناولته كأسا ثم وضعت القنينة جانبا كان الجو هادئا ولم تعاني الرحلة من اي اضطراب بعد اربع ساعات من الطيران حان موعد تقديم وجبة العشاء مر كل شيء بسلام تناول القائد عبد الحميد فطائرة اعدتها له والدته كانت الطائرة تقترب من الساحل الاطلسي للمغرب بدأ الطاقم اتصالاته ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس وفجأة قال القائد عبد الحميد انه يحس بدوار شديد والم رهيب في معدته لم يلبث ان فقد الوعي اتصل مساعده احمد ردواني ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس ابلغ عن الذي حدث جاءته التعليمات تأمره بان يقفل باب مقصورة القيادة وان يحرص على ان لا يعلم احد بما حدث تباعا تلقى توجيهات مكنت من انزال الطائرة بسلام في المطار توقفت الطائرة في مدرج جانبي كانت سيارة اسعاف في الانتظار صعد طبيب الى مقصورة القيادة كان القائد عبد الحميد الصبار قد فارق الحياة منذ اكثر من ساعتين بدأ المسافرون يغادرون الطائرة بينما امر افراد الطاقم بالبقاء على متنها حضر نائب وكيل الملك وعمد الشرطة بالمطار قام فريق من الشرطة العلمية بجمع الاواني وما بقي من الطعام الذي تم تقديمه في مقصورة القيادة ايضا تم تجميع كل ما استعمله المسافرون نقلت جثة قائد الطائرة الى مستودع الاموات اسرع الطبيب الشرعي باستخراج ما في معدة الهالك سريعا تم تحليل المحتوى كانت به اثار سم شديد المفعول استمع المحققون الى كل افراد الطاقم وقام مساعد قائد الرحلة احمد ردواني بتقديم عرض مفصل عن الرحلة جاءت اقوال اخرين من افراد الطاقم خالية مما قد يأتي باضافات ولكن احد المضيفين ذلك الذي اتبع خطوات ردواني ليلة غاضبة وثار نتق بما يشكل الحلقة المفقودة حكى عن لحظات الغضب التي تملكت الليلة الماضية احمد ردواني وحكى عن تهديده بالتخلص من حنان ومن القائد الصبار معا حكى ايضا عن تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها ردواني الى الحي الصيني في نيويورك تم الاستماع الى حنان التي في البداية حاشت الحديث عن عشائها مع عبد الحميد في نيويورك ولكنها اضطرت الى كشف تفاصيل ذلك اللقاء وجاء كلامها مكملا لشهادة المضيف الذي تتبع ردواني حتى وصل الحي الصيني الزجاجة التي كانت تحتوي على بقايا عصير الكركديل الممزوج بالسم كانت تحمل بصمات الهالك ولكن ايضا بصمات المضيفة حنان المسعودي وبصمات مساعد الطيار احمد ردواني في جملة ما حجزه المحققون كيس بلاستيكي صغير كانت به بقية من مسحوق رمادي كان الكيس يحمل اثر بصمة لردواني ولم تكن عليه اثار بصمات اخرى لاحقا قالت نتيجة التحليل المخبري انما في الكيس سم الارملة السوداء تلك العنكبوت القاتلة كل الادلة كان تثبت ان ردواني في تلك الليلة اراد الانتقام من عبد الحميد الصبار بقتله ومن حنان بان يلصق بها التهمة لما احاط به المحققون كان عليه ان يحكي التفاصيل وقد حكى تم تقديمه الى النيابة العامة بتهمة تسميم قائد الطائرة وقتله وتهديد حياة الركاب ملفات بوليسية نار التهمت الدوار قبل ثلاثة اعوام في ليلة صادفت الخامسة والعشرين من ابريل التهم حريق مهول دوار ابن الشافي الواقع باطراف مدينة صفرو كانت تسكن الدوار في براريك نحو مئتي اسرة فاجأت النيران السكان وهم نيام عمت حالة رعب شديد على صراخ الاطفال وعويل النساء بينما مضى الشباب والرجال يجلبون الماء في محاولة لتطويق النيران التي كانت تزحف بألسنتها مسرعة بين دروب الحي الصفحي ورغم اسراع رجال الاطفاء في التوجه الى دوار ابن الشافي ورغم تسخير كل الوسائل والاستعانة بالوقاية المدنية في فاس ومكناس فان تطويق النيران اقتضى جهدا مسترسلا على مدى ثمان ساعات لما انحسرت اللهب وراء ستر الدخان ارتسم مشهد مأساوي مشهد بلون الفحم الاكواخ التي كانت منتصبة حتى منتصف الليلة الماضية صارت اشلاء خشبية وقطع زنك متفحمة في مكان غير بعيد عن الدوار تجمع الذين كتبت لهم النجاة من هذا الجحيم الذي زحف على دوار ابن الشافي كانت الحصيلة ثقيلة عشرات من القتلى والمصابين صباح اليوم التالي وكان الوقت ضحا بدأت عملية نبش انقاض الدوار بحثا عن جثث قد تكون حبيسة الرماد هرعت السلطة المحلية الى عين المكان وجندت كل ما لديها من طاقات لتقديم المساعدة للمنكوبين وحضرت الشرطة فقد امر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح بحث جنائي ضد مجهول لمعرفة اسباب الحريق انتشر المحققون في موقع الدوار وكان العميد محمود ردوان رئيس المنطقة الامنية بصفره يشرف على هذه العملية التي جند لها كل العناصر التابعة لمصلحته لم يكن العدد المتوفر من الرجال يكفي للمهمة ولذلك اسند الوكيل العام مهمة البحث الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس لما انتصف اليوم او كاد توصل الباحثون الى تحديد النقطة التي انطلق منها الحريق الذي محى دوار ابن الشافي وقد تسنى لهم ذلك تأسيسا على افادة احد الناجين الذي قال ان الحريق بدأ في براكة مهجورة منذ ما يقرب من شهر في المكان اكتشف الباحثون قننة غاز وموقدا كانت قننة الغاز مفتوحة لم يكن في البراكة اي اثاث شهادة اخرى ذات اهمية اتت من احد سكان الدوار قال انه كان قادما من معمل النسيج حيث يشتغل كان الحريق وقتها في بدايته لم يكن قد انتشر بعد في كل ارجاء الدوار وانه التقى في تلك اللحظات بالرجل الذي كان يسكن البراكة المهجورة قال انه رآه وهو يغادر الدوار مسرعا على متن دراجته النارية الحمراء كانت مصالح وزارة السكنة والتعمير قد احصت سكان الدوار بغرض ترحيلهم في اطار برنامج يروم القضاء على مدن الصفيح وقد اعتمد المحققون على تلك اللائحة لتحديد هوية ساكن البراكة المهجورة اسمه احمد بامنصور من موالد صفرو متزوج اب لثلاثة اطفال تفحص الباحثون الملف الذي قدمه احمد بامنصور لمصالح السكنة والتعمير واتطلعوا على سجلات الحالة المدنية وعلموا انه متزوج من فاطمة الراجي لم يتمكن المحققون يومين بعد الحريق المهول من الوصول الى احمد بامنصور في نسخة عقد الزواج التي عثر عليها في ارشيف مصلحة الحالة المدنية جاء ان فاطمة الراجي كانت تسكن عند ابرام عقد الزواج في زنقة ستمسعودة بالمنزل 12 في مدينة صفرو انتقل مفتش الشرطة الى ذلك العنوان ولكنه لم يجد ايا من اقارب المرأة ومع ذلك فان تنقله لم يذهب سدى فقد علم من جيران قدامى ان زوج فاطمة الراجي ميكانيكي متخصص في الاليات الثقيلة تلك التي تستعملها مقاولات البناء ومد الطرق كان التحقيق يمضي بقطة دون السرعة المطلوبة وكان المحققون تحت ضغط شديد من رؤسائهم الذين بدورهم يواجهون ضغط الرأي العام بدأت تتناسل الشائعات حول من اضرم النار بدوار ابن الشافي باشرت السلطات المحلية الاعدادا لتنظيف موقع دوار ابن الشافي اذ يخشى من ان تتحول الانقاض وما قد تخفيه من اشلاء الى مرتع للكلاب الضالة والقوارد كانت الجماعة تهم بادراج تلك العملية ضمن الاشغال التي يتعين على المصالح البلدية ان تعجل بالقيام بها في تلك الاثناء دخلت على الخط الشركة التي تملك الارض التي كان بها دوار ابن الشافي لعلها المرة الاولى التي سمع فيها بعض سكان الدوار بان الارض التي اقام عليها براريكهم تعود ملكيتها الى شركة عقارية خاصة تقدم متصرف الشركة واسمه عادل المنتور بعرض الى رئاسة الجماعة عرض ان تسخر شركته ما لديها من اليات لتنظيف موقع دوار ابن الشافي وبقدر ما ان العرض يمثل فرصة للجماعة لتخفيف الاعباء المالية التي يتطلبها القيام بذلك بقدر ما كان العرض مثيرا للدهجة والتساؤل تناهى الى المحققين موضوع هذا العرض وبعد التحقق من هوية متصرف عادل المنتور تبين ان الشركة تعاني من متاعب مالية وهو ما يدفع الى البحث عن السر الكامن وراء هذا السخاء الحاتمي الذي تبديه شركة هي في امس الحاجة للانقاذ والمساعدة كان المهندس البلدي بصفره ضمن اعضاء الفريق الموكولة اليه مهمة المتابعة الميدانية وقد لاحظ ان مهندسا كان يقوم بعملية مسح للموقع علم المحققون انه مهندس معماري يعمل بحساب الشركة مالكة العقار الذي كان يشغله دوار ابن شافي وانه كان يبحث عن العلامات التي يفترض ان تكون مصالح المسح التوبوغرافي بالمحافظة العقارية قد وضعتها لضبط حدود ذلك الملك العقاري طبيعي ان يتم استدعاء هذا المهندس تم الاستماع اليه قال ان الشركة العقارية اوكلت اليه اعداد ملف تنوي تقديمه لدى الدوائر المختصة بغرض الحصول على ترخيص لبناء مجموعة من العمارات السكنية تبين الان سر المبادرة التي قامت بها الشركة بل اتضح انها مستعجلة الحصول على اذن البناء لم يكن لدى المحققين ما يتيح التدخل ومنع الشركة العقارية من تسخير الياتها لتنظيف المكان ولكن تحركاتها ظلت تحت المراقبة وظل المحققون حاضرين في الموقع تعطلت احدى الجرافات بالصدفة كان بالقرب منها مفتش شرطة كان السائق يتحدث في الهاتف طلب ميكانيكيا لما وصل ولم يتأخر لم يتمكن من اصلاح الجرافة هاتف السائق الشركة من جديد وسمعه المفتش يحتج ويطالب بارسال بامنصور تذكر المفتش احمد بامنصور ساكن البراكة المهجورة من حيث انطلق الحريق لم تكن التحريات قد مكنت بعد من توفير ما يثبت ان حريق دوار ابن شافي كان عملا اجراميا اتصل المفتش برئيسه وابلغه بان احمد بامنصور صاحب البراكة المهجورة التي كانت منطلق الحريق يعمل ميكانيكيا لدى الشركة العقارية تم تكليف العميد محمود ردوان باستكمال البحث في هذا المسلك توجه الى مقر الشركة العقارية حيث حصل على عنوان احمد بامنصور كان الرجل يسكن رفقة افراد عائلته في شقة بعمارة حديثة البناء في حي السعادة الشعبي لم يكن في البيت وعلم من زوجته انه لم يأتي منذ عدة ايام ولأسباب تجهلها طلب العميد من المرأة رقم هاتفها كان قد فكر في السعي الى الحصول على اذن قضائي للتنصط على مكالماتها عله يرصد اتصالا من زوجها يمكن من تحديد مكانه في نهاية المطاف تسنى له ذلك تم استدعاء متصرف الشركة ثبتت صفته القانونية وكان عليه ان يجيب عن سؤال حول علاقته باحمد بامنصور رد بانه من مستخدمي الشركة تم الاستماع اليه واقفل المحضر اثناء التنصط على المكالمات التي تتوصل بها زوجة بامنصور رصد اتصال هاتفي من هذا الاخير وقد اخبرته زوجته بان الشرطة تبحث عنه لم يتسن تحديد مكانه وكان قد تواعد مع زوجته على اللقاء في مكان لم يعرفه المحققون بعد ساعات طرق الباحثون باب شقة عائلة بامنصور كانت الزوجة هناك ابدت تعاونا قالت انها قابلت زوجها وانه كان على حافة الجنون اعترف لها بانه من اضرم النار في دوار ابن شافي قال انه يريد ان يسلم نفسه ولكنه يخشى ان يتعرض لسوء المعاملة طمأن العميد محمود رضوان المرأة وتم تحديد موعد يسلم فيه احمد بامنصور نفسه بعد سويعات كان الرجل يعترف بانه اشعل النار في براكته المهجورة بتحريض من عادل المنتور متصرف الشركة وبينما كان بامنصور يدلي باعترافاته المفصلة كان ضابط شرطة يطلع في المحافظة العقارية على ملف الشقة التي تملكها بامنصور علم انه دفع ثمنها نقدا ولكنه علم ايضا انها مرهونة لفائدة عادل المنتور لما استدعي هذا الاخير مرة اخرى الى مفوضية الشرطة حاول المراوغة غير انه لم يكن امامه من سبيل لانكار صلته الوثيقة باحمد بامنصور لقد اقرضه ثمن الشقة كان الثمن الذي قبضه بامنصور لاحراق دوار ابن شافيا وضع الرجلان رهن الاعتقال وتم تقديمهما امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعتهما بتهمة اضرام النار عمدا بما نتج عنه موت وجرح درس الفلسفة صباح الاحد الثالث عشر من يناير من العام اثنين والفين اراد حارس ثانوية الشهيد محمد سميحة بسلاء يكسب بعض الوقت فشرع باكرا في تنظيف حجرات الدرس بدأ بالمغتبرات ولكن صدمته كانت قوية حين فتح حمام مستودع الملابس والمعدات الرياضية كانت هناك فتاة معلقة الى الرشاشة اقترب منها فايقن انها ميتة كانت الساعة تشير الى السابعة صباحا اسرع الى مسكن المدير وطرق الباب بقوة خرج المدير مفزوعا كان في ملابس نومه كان الحارس يغالب انفاسه لم ينتظر ان يسأله المدير فقال له هناك جثة معلقة في حمام مستودع الملابس لم يستوعب المدير هول ما قاله الحارس تبعه اكتفى بمعاينة الجثة من الباب كان وجهها الى الجدار اقفل الباب والتحق بمكتبه اتصل بالشرطة بعد اقل من ساعة حضر الى الثانوية الواكل العام للملك ورجال السلطة ورئيس ولاية الامن اوكل الى العميد الممتاز محمد الراوي القيام بالبحث كان الطبيب رئيس المكتب البلد للصحة قد رجح ان تكون الفتاة ماتت قبل عدة ساعات تقرر نقل الجثة الى المستودع البلد للاموات بعد ان ينهي العميد معايناته اسند الى احد المتخصصين في مسرح الجريمة رصد ورفع كل اثر وتصوير الجثة من زوايا مختلفة كانت التعليمات تشدد على ضرورة فك الحبل الذي يلف رقبة الفتاة بعناية حتى يتسنى فحصه في المختبر فربما علقت به اثار قد تفيد التحريات لم تمكن المعاينة الاولية من تحديد هوية الفتاة لم تكن تحمل عليها بطاقة هوية في حين اكتشف العميد داخل صدريتها ورقة طويت بعناية اخرج الورقة بخط اليد كتب عليها والدة العزيزة لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني ان اواجهك بها فقررت ان اجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار كان واضحا بالنسبة لمن حضر المعاينة ان الامر يتعلق بفتاة وضعت حدا لحياتها ربما بعد ان اصابتها خيبة امل كذلك بدى لاغلب من حضر المعاينة الان على العميد الممتاز محمد الراوي وافراد فريقه ان يكتشفوا سبب انتحار الفتاة ان كان الامر يتعلق حقا بحالة انتحار التجارب علمت العميد ان لا يصدر الاحكام دون التوفر على الادلة والحجج احتفظ بالورقة التي اكتشفت في صدرية الفتاة وسعى الى تحديد هويتها واستجواب محيطها امر احد اعوانه برفع بصماتها كانت تبدو فتاة في ربيعها الثامن عشر خمن العميد انها ستكون حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية ان هي كانت من تلاميذ الثانوية نقلت الجثة الى المشرحة وفي مفوضية الشرطة نطقت البصمات بهوية الفتاة اسمها عتيقة بنت ابراهيم السلوي من مواليد العام ثلاثة وثمانين في العاشر من مارس عنوانها حي المعمورة شارع علال الفاسي تم الانتقال الى هذا العنوان قابل الباحثون والدة الهالكة السيدة رحمة الوطواطي وطلبوا منها مرافقتهم الى المشرحة هناك اغمي عليها بعد ان تعرفت على جثة ابنتها عتيقة دخلت في غيبوبة فنقلت الى المستشفى بعد ان افاقت بعد يومين تسنى للمحققين ان يستجوبوها قالت انها منذ طلاقها من والد عتيقة وجدت نفسها في مواجهة التصرفات الطائشة لابنتها قالت ان غياب الاب اتح للبنت فرص التصرف على هواها سألها المحققون عن علاقات عتيقة ردت الام المكلومة بانها لا تعرف عنها شيئا اضافت ان عتيقة كانت تغيب عن البيت من حين لاخر متذرعة بحضور دروس الدعم والتقوية قالت ام عتيقة ايضا ان ابنتها لم تكن من طينة الفتيات منغلقات على انفسهن كما انها لم تكن تعاني من مرض عقلي والى كل ذلك فانها ليست بالشجاعة التي تقودها الى الانتحار قالت انها تشك في انتحار عتيقة كان في كلام والدة عتيقة ما يشجع الباحثين على تعميق تحرياتهم في محيطها المدرسي وقد تم الاستماع الى زملائها وزميلاتها في القسم وتم تركيز على مجموعة منهم كانوا مثلها يتابعون دروسا للتقوية والدعم في الفلسفة مدفوعة الاجر كان يقدمها استاذ المادة لم يستنتج الباحثون الكثير الا انهم توقفوا عند نقطة اجمع عليها التلاميذ وهي ان عتيقة في الاسابيع الاخيرة كانت كثيرة الغياب عن المدرسة في الثانوية بجوار المشرب لاحظ الباحثون اثارا حديثة لعجلات سيارة استوقفت هناك كانت اثارا واضحة وضعوا قوالب لها واستنسخوها علها تنطق بشيء ما وفي المفوضية قام رئيس مصلحة مسرح الجريمة بفحص تلك الورقة التي اكتشفت في صدرية عتيقة استرع انتباهه وجود نقطة يفترض ان تكون نقطة نهاية كلام بعد عبارة هذه المهزلة بعد النقطة جاءت عبارة بالانتحار وقد لاحظ ان الكيفية التي اضيفت بها تثر الشك تمت الاستعانة بخبير في الخطوط خلص تأسيسا على ما توفر لديه من مواد ومنها نماذج من خط الهالكة الى ان رسالة التي عثر عليها كتبت بخط عتيقة ولكنه اثار الانتباه الى ان عبارة بالانتحار قد تكون كتبت بيد كاتب ما سبقها ولكن الواضح انها اضيفت لاحقا لم تكتب في الوقت نفسه والدة العزيزة لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني ان اواجهك بها فقررت ان اجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار تلك هي رسالة تم اخضاع الحبل الذي علقت به عتيقة لفحص دقيق وتبين ان جزءه الاسفل تعرض لضغط بما يفيد بان الفتاة ربطت بالحبل من رقبتها ثم رفعت لتعلق عند الرشاشة في الاستنتاج الاولي خلص خبراء مسرح الجريمة الى ان الراجح ان تكون الفتاة قتلت ثم علقت وان فرضية الانتحار قد تكون مستبعدة عصر الاثنين باشر الطبيب الشرعي عملية التشريح اكتشف ان الفتاة حامل في شهر الثالث وانها لم تكن بكرا ورجح انها ربما ماتت قبل ان تعلق بواسطة الحبل الى رشاشة حمام مستودع ملابس في جملة التلاميذ الذين استمع اليهم الباحثون كانت عائشة المؤدبة الصديقة الوحيدة لعتيقة قالت انها امنتها على سر قبل ايام قالت لها انها تواجه مشكلة معقدة قد تؤثر على مسارها الدراسي كانت عتيقة وزملاؤها مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا قالت انها افضت اليها بذلك قبل ايام عندما حضرت معا درسا للدعم في الفلسفة من جملة الدروس التي كان يقدمها لهم بمقابل مالي الاستاذ فاروق المعتوق لما الح المحققون على عائشة قالت لهم ان عتيقة ابلغتها بانها مغرمة بالاستاذ فاروق الذي بالمناسبة كان يحظى باعجاب الجميع في الثانوية اضافت انها شكت مرة في ان عتيقة تتصل بالاستاذ المعتوق خارج اوقات الدراسة والدروس الاضافية التحريات التي تم اجراؤها واستجواب الاساتذة لم يمكن المحققين من تسجيل ما قد يسلط الضوء على الاستاذ المعتوق فقد كان استاذا مقتدرا يحظى باحترام جميع زملائه ومع ذلك فان الباحثين فضلوا ان يدققوا النظر الى حياة الاستاذ كان متزوجا زوجته متحجبة وربة بيت وله منها عدة ابناء وبنات المراقبة التي اقيمت حول الثانوية مكنت من رصد سيارتين لهما عجلات تتطابق رسومها مع تلك التي استنسخها قبراء مصرح الجليمة احداهما سيارة مدير الثانوية والثانية سيارة استاذ الفلسفة فاروق المعتوق لما سئل المدير عما اذا كان يدخل سيارته ساحة المدرسة نفى وقال انه يتوفر على مرآب في مسكنه كما انه لم يستعملها خلال الايام الاخيرة اما استاذ الفلسفة فقد قال انه لا يأتي بالمرة بسيارته الى الثانوية خشية تعرضها للتخريب بانقبل طلبة قد لا تسرهم النقطة التي يحصلون عليها استدعى العميد الى مكتبه يتلميذ عائشة المؤدب صديقة عتيقة في تلك المقابلة الثانية قالت له انها قبل ايام لمست بطن صديقتها الراحلة رأت به انتفاخا اضافت انها زعمت ان ذلك بسبب الانساك عرض عليها العميد تلك الرسالة التي عثر عليها في صدرية عتيقة وطلب منها ان كان ذلك خطها ردت بالاجاب بل انها لاحظت ان الورقة مبثورة لانها مقتطعة من موضوع انشائي فلسفي ساهم في صياغته مجموعة من التلاميذ باشراف وتوجيه الاستاذ فاروق المعتوق قالت انه جمع الاوراق واحتفظ بها كان موضوع الدرس هو الانتحار استدعي استاذ الفلسفة الى المفوضية استقبله العميد وقدم له الشاي في الحقيقة لم يكن يريد ان يكرم ضيافته بل كان يسعى الى الحصول على اثر يمكن من اجراء اختبار جيني في تلك الاثناء كان رجال مصرح الجريمة قد انتزعوا عجلات سيارة الاستاذ وفحصوها ثم اعادوها كما كانت نقوشها تتطابق تماما مع نقوش اثر العجلات التي اخذت من ساحة الثانوية ودع العميد استاذ الفلسفة في اليوم التالي توفر دليل اخر على صلة الاستاذ بموت عتيقة البصمات الجينية للجنين الذي كانت تحمله عتيقة مطابقة باكثر من تسعة وتسعين في المئة للبصمات الجينية لاستاذ الفلسفة لم يبقى الان سوى توقيف الرجل وتفتيش الشقة التي يعطي فيها الدروس الاضافية كان في طريقه الى الثانوية لما استوقفه المحققون طلبوا منه ان يرافقهم الى حيث يعطي الدروس الاضافية كانت شقة في احد غرفها فراش كبير اكتشف الباحثون شعيرات تبين لاحقا انها لعتيقة كما اكتشفوا اوراق الانشاء الفلسفي حول الانتحار سيق الى المفوضية هناك ابلغه العميد الممتاز محمد الراوي بانه مقبوض عليه من اجل قتله عتيقة بنت ابراهيم سلوي واجهه العميد بكل الادلة والقراء التي تثبت تورطه ولم يكن امامه سوى الاعتراف ادعى ان البنت تحرشت به لفترات الى ان تورط معها في علاقة غير شرعية قال انه لما علم بحملها خطط للتخلص منها خوفا على سمعة اسرته كان الانشاء الفلسفي حول الانتحار وسيلة استدرج بها عتيقة لتكتب بخط يدها ما قد يهم المحققين بانها انتحرت اعترف بانه ناولها سما عجل بموتها ثم حملها جثة هامدة الى الثانوية حيث اكتشفت اقفل المحضر وارفق بكل وسائل الاثبات واحيل المتهم على النيابة العامة ملفات بوليسي كان عزيز العطار ضمن خريجي المدرسة العليا للهندس بباريس وكما هو حال شبان المغاربة كفيرين قرر وقد انهى دراسته وحصل على ديبلوب مهندس ان يعود الى ارض الوطن عله يجد وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية في احدى الوزارات كانت هناء المسرور الشابة المغربية التي تعرف عليها خلال سنوات الدراسة قد انهت بدورها مشوارها الدراسي وتخرجت من كلية الطب متخصصة في امراض النساء والتوليد كان هو ينحدر منفاس بينما كانت عائلتها هي في صفر وقد اتفق الشابان على الزواج مباشرة بعد ان يحصل على وظيفة في سبعينيات القرن الماضي كانت طلب كبيرا على الاطباء والمهندسين ولذلك سهل على عزيز العطار ان يجد وظيفة في وزارة الاشغال العمومية وتم تعينه بمندوبية فاس بينما تم توظيف هناء المسرور في مستشفى الادريسي كانت قصة جميلة قصة الشابين عزيز وهناء كان سعيدين وهما يعدان لحفل زفافهما تتويجا لحب وكبسيني الدراسة في صفر على مدى سنوات ظل عرس هناء مضرب المثل استقر الزوجان في ثاس كان يسكنهما طموح لا حدود له كانت هناء تحلم بامتلاك مصحة خاصة بينما كان عزيز يطمح الى المراتب الاعلى في وظيفته ولذلك اختار الانخراط في احد الاحزاب السياسية كثيرون ممن ارتقوا السلاليم مروا عن طريق ذلك الحزب بعد ثلاث سنوات استطاع عزيز عن طريق العلاقات الحزبية وايضا عن طريق العلاقات التي اتاحتها له وظيفته ان يجد فرصة من ذهب في الرباط كان طبيب فرنسي يريد بيع من صحته في الرباط اذ اراد ان يستمتع بالتقاعد وبما ستصرفه له احدى شركات التأمين بعد ان تقدم به العمر وقد تمكن عزيز وزوجته من شراء المصحة بثمن اكثر من مناسب وحصل لاجل ذلك على قرض من احدى المؤسسات البنكية استقالت هناء من وظيفتها كطبيبة بوزارة الصحة وتسنى لها بفضل العلاقات التي صارت لزوجها الحصول على ترخيص باستغلال المصحة التي صارت من بين الاشهر في طب النساء والدوليد طبيعي ان يسعى عزيز للالتحاق بزوجته وعبر قنوات حزبه الذي كان نافذا تمكن من الحصول على تعيين في مديرية الطرق بوزارة النقل حيث تم تكلفه بالاشراف على واحد من اهم الاوراش التي برمجت لاواخر السبعينيات وكانت محطة اهتمام كبار المسؤولين رأى المهندس الشاب ان المهمة الموكولة اليه تعتبر فرصته للتألق والظفر بمنصب اكثر اهمية ولذلك خص ذلك المشروع بكامل اهتمامه وصرف من اجله كل ما لديه من خبرة وجهد كان الامر بالنسبة اليه كما بالنسبة للادارة المغربية ضربا من التحدي تحدي للمهندسين الفرنسيين الذين ذاع بينهم خلال تلك الفترة التهاون وعدم التعاون مع السلطات المغربية على الوجه المطلوب في تلك الفترة كانت الدكتورة هناء المسرور قد تمكنت من ترسيخ مكانة مصحتها في المجتمع الرباطي وكان الاقبال كبيرا ويدر ارباحا طائلة اقتنى الزوجان بقعة ارضية من خمسة الاف متر مربع في حي السويسي وبسهولة حصل على قرض وباشر الزوج بناء مسكن فسيح الارجاء يليق بمكانتهم الاجتماعية كانت الاشغال تتقدم بسرعة بعد عام ونصف العام كان المسكن الفخ مجاهزا لما انتقل للعيش فيه كانت هناء حاملا لم تكن تفصلها عن موعد الوضع سوى ثلاثة اشهر نجح عزيز في مهمته وتم انجاز المشروع على الوجه المطلوب وفي احسن الظروف وتم تعينه مديرا للبنايات العامة في وزارة النقل صار من سام الموظفين وفي صف المسؤولين الذين يرتكز عليهم في عمل وزارة النقل وضعت الدكتورة هناء مولودتها وسمتها سعاد كانت تريد ابرازة يمنها بالسعادة التي تحفها ما ان انقضت ثلاثة اشهر حتى عادت الدكتورة هناء الى عملها كانت تشرف على ادارة المصحة وفي الان نفسه كانت تزاول مهنتها كطبيبة امراض نساء وتوليد كان برنامج عملها مرهقا ولا تكاد تحضن طفلتها سوى لبعض الوقت في اخر المساء لما تعود الى البيت في احيان كثيرة تتطلب حالات مستعجلة او ولادة مستعصية بقاءها في المصحة حتى جوف الليل لم يكن عزيز بالاحسن حالا ذلك ان طبيعة المهام الموكلة اليها تملي عليه التنقل بين الاقاليم لتفقد الاوراش وسيرها والاشراف على بعض الدراسات الميدانية نحن الان في العام ثمانين تسعمائة والف صارت الطفلة سعاد تبلغ من العمر عامين فتحت عينيها بين احضان المربيات والخادمات كنا تتولين كل شؤونها كذلك مرت الاعوام وتعاقبت السنون كبرت سعاد ولم تتعود ان يرفض لها طلب كانت المربيات والخادمات تخشين اغضابها لانهن تعلمن ان اغضابها قد يعني اغضاب والديها واذا ما غضب فان ذلك يعني بكل بساطة ضايع لخمة العيش كذلك كانت تخمن المربيات والخادمات بينما كان والدا سعاد عزيز وهناء يريان ان مهمتهم الاساسية هي توفير كل ما تحتاجه ابنتهما كان ينفقان عليها بسخاء لما صارت سعاد في سن المراهقة وما يعنيه من تقلبات في المزاج والاحوال واصرار على الانسلاخ من عباءة الابوين صارت لها صديقات كثيرات ورفاق كثيرون كانت تصاحب المراهقين من زملائها في المدرسة وتستبدل الواحد منهم بالاخر كما تغير احذيتها كانت رهن اشارتها يوميا مبالغ هامة وكانت تنفق بسخاء يشبه الجنون ولما ذع امرها في الثنوية صار الشباب يتهافتون على ودها ينالون من جمالها وفي اسوأ الحالات من مالها كل ذلك كان يحدث والاب المهندس عزيز وقد ارتقى السلاليم منهمك في اشغاله والام الطبيب هناء لن شغال لديها سوى تحسين مردودية من صحتها والحفاظ عليها صار مألوفا ان تستحب معها الى البيت اصدقاء وصديقات ثم شيئا فشيئا صارت تذخن ثم تشرب الخمر في العام ستة وتسعين كانت سعاد في الثامن عشرة في غفلة من والديها راكمت الاخفاقة والاخفاق في الدراسة لما تفطن سعيا الى تدارك الامر قرر ارسالها الى باريس حيث الحقاها بمدرسة خاصة كان عزيز قد تولى المسئولية الاولى في الوزارة وكان يخشى ان يقال ان بنت الوزير فاشلة تتبع سير دراستها في السنة الاولى حيث تمكنت من الحصول على ديبلوم اهلها لولوج الجامعة وستثبت الايام ان احوالها لم تتحسن صارت تتعاطى للمخدرات الصلبة تعاقب عليها شبان كثيرون استفادوا من شبابها ومن اموالها كان والدها كما والدتها ياريان ضرورة ان تترك لها فرصة للتصرف ومواجهة واقعها لتكتسب الدربة والتجربة في مواجهة المشاكل التي قد تعترضها كذلك كان يفكرا وبالرغم من تهاونها في الدراسة فانها تمكنت من الحصول على شهادة لم يكن لديها في الواقع ما يقابل ما تشهد به الشهادة صار بقاؤها في باريس يهدد مستقبلها في الصميم ولذلك سعى والدها من موقعه الرفيع ان يجد لها منصبا في الوظيفة العمومية ولكنها كانت ترفض وبإصرار في النهاية قررت والدتها ان تعينها مديرة لمصحتها وبأجر شهري جيد ومنذ الايام الاولى لتوليها منصبها الجديد تعالي مع العاملين في المصحة بمن فيهم الاطباء اكثر من ذلك صارت تتحرش بكثير من الشباب ومن كان يرفض الانصياع لها تدفعه الى الرحيل استشعرت امها خطورة سلوكها على سير المصحة ولذلك طلبت منها ان لا تأتي اليها ووعدتها بانها ستحتفظ لها بالاجرة الشهرية التي تصرفها لها منذ ذلك الحين صارت سعاد لا تستيقظ من النوم الا عصرا ثم تغادر فيلا العائلة وتنصرف لقضاء ساعات المساء والليل متنقلة بين حانة وملهى لا تعود الى البيت الا بعد ان يقترب الفجر تدخل غرفتها تغلق الباب ثم تنام قضت على ذلك الحال بضعة اسابيع ثم لم تعد تلاقي الاقبال الذي كانت تلاقيه في البداية ولذلك صارت تتحرش بالسائقين الذين يعملون في منزل اسرتها كانت تنتق الشباب منهم وكلما قضت من احدهم وطرها افتعلت مشكلة لترضه من العمل وكثيرا ما كانت تستحب معها عشاقها الى البيت كانت الخادمات خاصة تراقبن ما تقوم به الشابة ولكنهن لم تكن تجرؤن على الكلام الصمت لمن في مثل اوضاعهم طوق نجات وحين يتعلق الامر بلقمة العيش يتعين الحفاظ عليها تخطت سعاد كل الحدود وصارت اصداء سلوكها ومغامراتها اليومية في الحانات والملاه الليلية تصل تباعا احس والدها بان ابنته صارت مصدر تهديد لمساره المهني فضلا عن سمعته بل لقد تم استدعاؤه وتنبيهه الى الامر وكان عليه ان يبحث عن حل للمشكلة متأخرا اكتشف الاب ان ابنته الوحيدة صارت مدمنة الخمر والمخدرات الصلبة ولذلك التجأ الى ايداعها مستشفى برشيد بعيدا عن الرباط وبعيدا عن المحيط الموبوء الذي كانت ترتاده ويرتادها مكثت ثلاثة اشهر رهن العلاج من الادمان كانت حالتها تتحسن واقسمت باغلظ الايمان انها لن تعود الى ما كانت عليه لما غادرت مستشفى برشيد اتخذت الدكتورة هناء من ذلك اليوم مناسبة اقامت فيها حفلا في منزل العائلة وقد رتبت من قبل مع احدى زميلاتها لقاء يشبه الصدفة بين سعاد وشاب من عائلة محترمة كان الغرض خلق الاجواء لعلاقة يكون مآلها الزواج بعد جلسة التعارف قرر الشابان اللقاء منفردين يومها اشترطت عليه ان اراد الزواج منها ان يلتزم بعدم التدخل في علاقاتها الخاصة فضلا عن انها قالت له بصراحة ليس بعدها صراحة انها ان وافقت على الزواج منها فانها ستكون فعلت ارضاء لوالديها اصابت كرامة الشاب في العمق ولذلك وهل كان ممكن تصور قرار اخر قرر الانسحاب وتوصفها عادت الى سابق عاداتها عادت تلاحق الشباب لاشباع نزواتها في تلك الفترة التحق ببيت عزيز العطار شاب للعمل كسائق كان له مستوى جامع وبما انه لم يتمكن من الحصول على عمل فقد قبل بالعمل كسائق ريثما يتيسر له الحصول على عمل يليق بمستواه الدراسي كان السائق الشاب يسمى عادل المرصافي كان شابا ذا اخلاق وتدين وكان يعاني من مرض في القلب يلزمه تناول دواء كل مساء قبل النوم ولذلك ومنذ اليوم الاول اخبر المسئولة عن العاملين في منزل السيد عزيز بانه بعد ان يتناول الدواء لا يستطيع العمل كان الشاب قد احس منذ بضعة ايام بان سعاد تلاحقه هو يعلم مبتغاها وقد حرص على ان يتجاهل ما ترنو اليها وفي الان نفسه كان يتفادى كل ما قد يحسب عليه اخلالا بواجبه المهني ولذلك صار يؤخر تناول الدواء الى ما بعد الحادية عشرة ليلا حين يتناول تلك الحبة ينام نوما عميقا ولا يستيقظ الا بعد مرور ثمان ساعات ذات ليل صيفي بعد ان تناول دواءه خلد السائق الشاب عادل الى النوم وترك باب غرفته مواربا اتصلت به سعاد بالهاتف ولم تتلقى اي جواب وقد غاضها ذلك خاصة وانها عادت من جولتها المسائية خالية الوفاض اتصلت عدة مرات وفي نهاية الامر جاءت الى غرفته فتحت الباب كان نائما ولم يكن يرتدي سوى تبان حاولت ان توقظه ولكنها لم تنجح لاحظت وجود علبة دواء على مائدة قرب السرير اخذتها وصارت تقرأ المعلومات التي كتبت عليها بقلم ازرق بخط اليد كتب عليها حبة واحدة قبل النوم كان في جملة المعلومات التي قرأتها ان الحبة من ذلك الدواء بعد تناولها مباشرة تجعل الشخص يغرق في نوم عميق لسبع او ثمان ساعات وقتها فقط ايقنت ان عادل لن يفيق قبل الصبح عصر اليوم التالي بعد ان استيقظت نادت عليه وبخت لانه لم يجب على ندائها بالامس شرح لها قصته مع الدواء مساء ذلك اليوم ارتدت ثيابا انتشي بمفاتنها وطلبت منه ان يرافقها لقضاء بعض الحاجيات لمس في لهجة خطابها لينا لم يعهده من قبل عاد في العاشرة ليلا مضت الى غرفتها ومضى الى غرفته ولكنها اتصلت به هاتفيا بعد ربع ساعة وطلبت منه ان يأتيها بوجبة عشاء طلبتها من مطعم قريب لما عاد طلبت منه ان يأتيها بالعشاء الى داخل غرفتها تردد ولما نهرته انقاد لما طرق الباب واذنت له بالدخول وجدها عارية القى بما في يده ثم اسرع نحو غرفته دخل تناول حبة الدواء ثم بعد ربع ساعة كان قد نام لحقت به في غرفته لما دخلت وقد استعملت نسخة من المفتاح وجدته نام صارت تحاول ان توقفه وكانت تقول انها ستمنحه ما يريد لقاء ليلة يقضيها معها لم يكن يجيب اخذت علبة الدواء ومضت الى غرفتها كانت شديدة التوتر وارادت ان تتخلص من حسرتها بان تنام اخذت ثلاث حبات وابتلعتها تباعا ثم استلقت على الفراج كان لباسها الشفاف يظهر تفاصيل مفاتنها قبيل الفجر عادت والدتها الدكتورة هنا رفقة والدها عزيز من حفل كان مدعوين اليها لفت انتباه الطبيب ان ابنتها لم تطفئ النور في غرفتها وبينما مضى عزيز توجهت هي الى غرفة سعاد فاجأها ان الباب مفتوح وان سعاد شبه عارية مستلقية على الفراش وقفت بالباب ونادتها لم ترد تقدمت وضعت يدها على جبينها كانت به برودة غير عادية جسط نبضها كانت ميتة حاولت الطبيبة ان تتماسك نادت على زوجها كانت ارضية الغرفة تعج بقنينات الخمر الفارغ وعلب السجائر سعى الزوجان بداية الى جمع كل تلك الاشياء التي تسيء الى سمعتهما اكتشف علبة الدواء التي جاءت بها من غرفة السائق عادل المرصافي نادت الطبيبة على رئيسة الخدم لما سألتها عن الذي حدث قالت انها نامت في الحادية عشرة ولم تشعر باي شيء لما عرضت عليها الدواء قالت انه للسائق عادل امرها عزيز ان توقظه وجدته غارقا في النوم اكتشفت بالقرب من فراشه ورقة مكتوبة بخط سعاد لم تلمسها واخبرت سيد المنزل بذلك مضى الى الغرفة كتبت سعاد في الورقة انا مستعدة لاعطائك كل ما تريد ولكن لا تقتلني بسمك لم تكن بعدها كلمات اخرى رأى السيد عزيز ووافقته زوجته الدكتورة ان في تلك الرسالة ما يبرئ سمعة العائلة واتفق على ان السائق هو الذي ناولها السم الذي قضى على حياتها تم الاتصال بالشرطة حضر العميد الاقليمي محمد البارودي ومعه عدد من اعوانه ومنهم المسؤول عن فرقة مصرح الجريمة لم تمكن المعاينة الميدانية من كشف اي بصمة غير بصمات الهالكة ثم تم نقل الجثة الى مستودع البلد للاموات سعى العميد البارودي الى غرفة السائق عادل كان نائما ولم تفلح المحاولات لايقاظه تم العثور بجيبه على وثيقة طبية تثبت حالته والدواء الذي يتناوله وخلص الطبيب الذي فحصه وهو نائم الى ان الرجل سيستيقظ بعد ساعتين وكذلك كان استجوب العميد البارودي ومساعدوها الخادمات اللواتي كنا حاضرات كانت متحفظة في اجاباتها ولذلك قرر استدعاءها الى مقر مفوضية كان المسؤول الكبير عزيز وزوجته قد ادلي باقوالهما وسلمها العميد الورقة التي اكتشفت في غرفة السائق تلك التي كتب عليها لا تقتلني بسمك لما افاق السائق فاجأه وجود ذلك العدد من رجال الشرطة في غرفته اقتيد الى المفوضية حيث صرح بانه نام بعد ان تناول دواءه كالمعتاد ولما سئل عن سعاد قال ان اخر عهده بها لما احضر لها وجبة العشاء ولما الح عليه المحققون باح بما كان يتكتم عليها وقال انه رفض الاستجابة لنزواتها ابلغ انه متهم بقتلها باعطائها من الدواء الذي يتناوله اذ ذاك ادخل يده في جيبه وصار يصرخ اين علبة دوائه قال له احد المحققين انها وجدت في غرفة سعاد وانها تناولت منها اكثر من حبة فيما يبدو صار عادل يعلن براءته من المنسوب اليه وباعلى صوت في مكتب مجاور كانت قد فكت عقد لسان رئيسة الخدم التي حكت تفاصيل ما كانت تقوم به سعاد كما اثنت على سلوك عادل سئل السائق عن تلك الرسالة التي تقول انا مستعدة لاعطائك كل ما تريد ولكن لا تقتني بسمك اجاب بانه لا علم له بتلك الرسالة ولكنه اشار الى ان سعاد كانت تناديه المسموم كل ما اعرض عن نزواتها ختم العميد محمد البارودي تقريره عن هذه القضية بان رجح فرضية ان تكون سعاد عن قصد او عن غير قصد هي التي وضعت حدا لحياتها تمت احالة الملف على وكيل الملك الذي قرر اخلاء سبيل السائق عادل المرصافي اذ لم يتوفر ما يمكن الاعتماد عليه لمتابعته ملفات بوليسية توامان على جانبي الحدود في الهزيع الاخير من اربعينيات القرن الماضي استقر عبد الرحمن السجل ماسي صائق الحلية الفضية القادم من فيجيك بمدينة بشار التي توجد حاليا في التراب الجزائري كان المغرب كما الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي الذي غير الكثير في الحدود بين البلدين نحن الان في العام ثمانية واربعين تسعمائة والف كان عبد الرحمن السجل ماسي قد داب على تسويق الحلية الفضية التي يصنعها والده المختار السجل ماسي وزميل اقام عبد الرحمن علاقات مختلفة مع سكان مدينة بشار ومع اهليها واستطاع ان يحقق ارباحا هامة ولذلك نراه قرر الاستقرار في المدينة كان وقت اذن في سادسة والعشرين من العمر في تلك الحقبة كان الشباب يتزوجون في سن مبكرة قبل اتمام العشرين بالنسبة لاغلبهم وفق هذا القياس فان عبد الرحمن السجل ماسي بدى وقد تأخر في التأسيس لأسرة وها هو بعد ان قرر الاستقرار في بشار يعقد العزم توجه الى مدينة قصر السوق الراشدية حاليا هناك تزوج من عائشة بنت عبد الحق كانت فتاة من اقارب والدته في العام ثلاثة وخمسين تسعمائة والف رزق الزوجان توأمين ذكرين جرت العادة ان يتيمن الاباء بسبطي الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلقان على التوأمين من الذكور اسمي الحسن والحسين وكذلك سمى عبد الرحمن السجل الماسي ولديها اشترى عبد الرحمن منزلا في بشار اسكن فيه اهله وقد سجل الولدين الحسن والحسين في سجلات الحالة المدنية بالمدينة لكن عمر سعادة هذه الاسرة الفيجيجية المستقرة في بشار لم تدوم طويلا ففي غشت من العام اربعة وخمسين تسعمائة والف وكانت توأمان لم يكمل عامهم الاول بعد اكتسحت مدينة بشار عاصفة هوجاء محملة بامطار طوفانية غمرت كل ارجاء المدينة وتسببت في انهيار الكثير من المباني السكنية باغتت العاصفة الناس وهم نيام كان منزل عبد الرحمن السجل الماسي في جملة البيوت التي انهارت وكان عبد الرحمن وزوجته الشابة في عداد القتلى نجت توأمان باعجوبة تناهى خبر الكارثة الى المختار السجل الماسي والد عبد الرحمن لم يتأخر في السفر الى بشار باحثا عن حفديه الحسن والحسين بعد يومين كان الجد في بشار وقد عثر على الحفدين في رعاية راهبات قدمنا من الجزائر العاصمة للمساهمة في اعمال الاغاثة تمكن المختار السجل الماسي من احتضان حفديه وبينما كان يهم بالعودة بهما الى فجيج حدث ما لم يكن في الحسبان فقد ظهرت والدة زوجة ابنه عبد الرحمن سيدة تدعى ماما بنت عبد القادر اتت من تندوف تطالب بالحفيدين رفض المختار ان يسلم ولدي عبد الرحمن الى تلك السيدة كانت امرأة ثرية تقول انها قادرة على كفالة الصبيين وتوفير تربية حسنة لهما استمر رهان القوة بين الطرفين عشرة ايام تدخل لفض النزاع معارف من الجانبين وتم الاتفاق على ان تكفل السيدة ماما بنت عبد القادر توأما وان يكفل المختار توأما اخر كان الشبه كبيرا بين الصبيين ولما انفض الجمع قفلت العجوز باحد التوأمين الى تندوف وقالت انها ظفرت بالحسن ومضى المختار بالتوأم الاخر الى فيجيج وقال انه اتى بالحسن ابن ولده عبد الرحمن في العام ستة وخمسين تسعمائة والف وكان المغرب قد حصل على الاستقلال عمد الاحتلال الفرنسي في الجزائر الى تشديد الرقابة على المناطق الحدودية كانت المقاومة الجزائرية تحظى في الجانب المغربي بكل الدعم والمساندة لم يعد التنقل بين الجانبين بتلك السلاسة المعهودة صار متعذرا وفي احيان كثيرة مستحيلا بدأت تجارة الحلي الفضية التي يصنعها المختار السجلماسي وشريكه موشي بن عمران تعرف بعض الكساد وهو ما اضطر الشريكين الى الانتقال الى الدار البيضاء حيث فتح متجرا متواضعا في المدينة القديمة بعد فترة قصيرة تمكن من تحقيق ارباح هامة وصار من اشهر صاغة الفضة في الدار البيضاء هكذا نشأ الحسن التوأم الذي كفله جده لوالده في الدار البيضاء سهر جده على تعليمه ولما حصل على شهادة الدروس الثانوية عمل الجد بنصيحة صديقه موشي وادخله ثانوية الخوارزمي ليتعلم صناعة الحلي كان الجد يريد للفتى ان يرث عنه محل صياغة الحلي الفضية وقتها لم يكن عمره يتجاوز اربعة عشر عاما التوأم الاخر وقد سمته جدته لامه التي كفلته بالحسن ايضا نشأ في تندوف كانت الجدة قد الى نفسها ان تضمن للفتى تنشئة اسلامية عربية غير ان الاحوال في تندوف تغيرت لما الحقتها فرنسا بالجزائر كان والدها فقيها وسعت الى ان يرف الصبي جده لامه في علمه وفقهه لكن الظروف حالت دون ذلك ولم يتعلم من اللغة العربية سوى القليل تعلم الفرنسية في الخامس عشر من عمره حصل على شهادة الدروس الثانوية شاءت الاقدار ان ترحل الجدة في ذلك العام وتركت له كل ما كانت تملك وبينما كان الحسن الاخر يتابع دراسته في الدار البيضاء كان الحسن في تندوف يواجه قدره بعد ان توفيت جدته لم يعد هناك من ينصحه ويوجهه لم يعد ممكنا في مثل تلك الظروف ان يواصل دراسته لما بلغ السادس عشر من عمره كان قد تعلم من الرذاء لمعظمها فعاط الخمر وصار من رواد اماكن اللهو التف حوله عدد من اصدقاء السوء بين من همك هو في تبديد الثروة التي ورثها عن جدته ماما بنت عبدالقادر في العام ستة وستين تسعمائة والف وكانت الجزائر قد نالت الاستقلال قبل اربعة اعوام اشترى الحسن سيارة كان يجوب بها الطرقات رفقة اصحابه ذات يوم دهس بسيارته رجلا فقتله كان في حالة سكر فر من المكان ولكن سرعان ما القي عليه القبض ووضع السيشن حكم عليه بدفع الدية لذوي القتيل باع ما كان قد تبقى من ممتلكات ورثها عن جدته ولكنه صار الان فقيرا لا يجد ما يسد به الرمق تفرق من حوله الاصحاب وصارت تبتعد كل يوم ذكريات تلك الايام الماجنة تندوف لم تعد هي تندوف حتى الجزائر ضاقت عليه بما رحبت بدأ يفكر في الرحيل صارت ذكرة ايضا مجرد ذكرة بعيدة تلك الايام التي قضاها رفقة فاطمة بنت عبد الرزاق التي تزوجها وخلف منها ولدا يذكر انه سماه عبد القادر تيمنا بجده لامه طلقها ورحلت عائدة الى الراشدية في غمرة سنوات مجون ضاعت منه كان في السابعة عشر من العمر ضاع منه كل شيء كان للحسن صديق فرنسي ساعده على السفر الى فرنسا استقر به الامر في اطراف مدينة ريوم القريبة من كلير هناك في العام اثنين وسبعين تسعمائة والف تعرف الى فتاة تنحدر من اسرة عريقة اغرم بها واغرمت به وتوج علاقتهما بالزواج تبدلت حياته وانقلبت رأسا على عقب صار شابا يحكم حياته نظام بديه كان كل وقته لعمله ولزوجته الشابة رزق الزوجان بمولودهم الاول كانت مولودة اسمياها وافقت زوجته على ان يمنح المولودة اسم جدته من امه لم تكن زوجته ترى في ذلك الاسم ما يتعارض مع قناعاتها الثقافية والدينية بعد ماما رزق الزوجان ببنتين سارة وماريا كانت الحياة تسير على ايقاع من السعادة ولما بدأ يتكون وعي البنات كان الحسن يحاول اقناعهن بانهن مسلمات بحكم انه مسلم ولو انه لا يؤدي الصلوات ولا يصوم رمضان وقتها بدأت تتدخل زوجته لتبدي اعتراضها لما بلغت البنت الكبرى ماما ربيعها الخامس عشر لم تعد تكترث لما يقوله والدها توصل مع زوجته واهلها الى اتفاق يقضي بان يترك البنات وشأنهن الى ان تبلغن الثامنة عشر فتخترن الديانة التي ترتضين ذات يوم اكتشف ان ابنته ماما ذات الخمسة عشر ربيعا تتخذ من الاولاد اصدقاء لم يتقبل الامر نهاها فلم تنتهي وتطور الامر الى ان ضربها يومها توصل باستدعاء من مفوضية الشرطة كان عليه ان يراوغ حتى لا ينتهي به الامر وراء القضبان تعهد بان لا يضربها ثانية في ذلك اليوم وفي تلك اللحظة احس الحسن بان المحيط الاسري الذي يعيش فيه لا يتقبل هويته الثقافية ولا الدينية في ذلك اليوم في تلك اللحظة قرر ان يساير التيار في انتظار بلوغ سن التقاعد النسبي في ذلك اليوم في تلك اللحظة اتخذ قرارا بالعودة العودة الى اين الى الجزائر ام الى المغرب كان المغاربة القادمون من الدار البيضاء يحدثونه عن الشبه الغريب في الصفة والاسم بينه وبائع المجوهرات المعروف في الدار البيضاء الحسن السجلماسي قرر العودة يذكر ان جدته كانت تحدثه عن شقيقه الحسين الذي كفله جده لابيه كان ينتظر ان يحين موعد استفادته من التقاعد النسبي في الدار البيضاء رأينا التوأم الاخر الحسن يترعرع في كنف جده الذي حرس على تعليمه وتربيته وجهه الى ثانوية الخوارزم حيث تعلم التقنيات الحديثة في صناعة الحلي والمجوهرات بعد تخرجه ساهم مع جده في تطوير صناعة الحلي الفضية وبعد بضع سنين افتتح محلا له في شارع الامير مولاي عبد الله لم يكن قد تزوج بعد كان جده المختار السجلماسي يتوق الى رؤية احفاد ولده عبد الرحمن ولكن الاجل المحتوم باغته توفي الجد في العام اثنين وثمانين تسعمائة والف بعد بضعة اشهر اختار الحسن فتاة من احدى العائلات المعروفة في الدار البيضاء لتكون زوجة له كان الزوجان سعيدين غير انهما لم يرزق ابناء بمرور السنين بدأ الموضوع يقض مجعهما ابانت التحاليل الطبية ان الحسن السجلماسي مصاب بالعقم بينما زوجته خالية من كل عيب رضي الرجل بقضاء الله بينما ظلت زوجته تبحث عن حل وذات مرة فوجئ الحسن بالطبيب وبزوجته يقترحان عليه ان يتم تلقيحها بماء رجل غيره يا لهول ما اقترح عليه رفض الرجل بشدة ساءت علاقته بزوجته وصار يشك في وفائها جعلها تحت المراقبة وذات يوم فاجأها وهي في سيارة شخص غريب طلقها ظل الحسن متفرغا لتجارته صار الان تاجرا معروفا في الدار البيضاء مرت الايام والسنون في فرنسا كان الحسن الاخر قد تمكن من الحصول على التقاعد النسبي اشترى سيارة جديدة وجمع حقائبه وكلما ملك خلال سنين وجوده في فرنسا ثم انطلق كان المغرب وجهة له يريد الى الدار البيضاء كان يود لو تطوى له المسافات كما يقال انها تطوى للصالحين والاولياء كان يتوق الى تلك اللحظة التي يلتقي فيها سميه وشبيهه لما وصل الدار البيضاء سعى الى الوصول الى شارع الامير مولاي عبدالله لما وصل الشارع ركن سيارته وما هي الا خطوات حتى وجد نفسه امام محل الحسن السجلماسي لبيع المجوهرات تقدم نحو الباب ذهل فالرجل الجالس وراء طاولة المعروضات النفيسة يشبهه بشكل خرافي رفع الحسن بصره فاذابه برجل يشبهه تماما كان الحسن صاحب محل المجوهرات يعلم ان له اخا توأما اسمه الحسين احتضنته جدتهما من امهما كان علمه ان اسمه الحسين لفترة لعلها ثوان وربما كانت دقائق ظل الرجلان يتبادلان النظر الى بعضهما وفجأة خرج الحسن وارتمى في حضن الرجل الواقف امامه ضمه اليه بحرارة هلست الحسين السجل 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 رد الرجل انا الحسن السجل السجل ماسي وانت الحسين لا انا الحسن كان يبكيان كما لم يبكي من قبل كانت دموع فرحهما غزيرة ابتل لها وجهاهما غادر المتجر الفاخر لم ينام تلك الليلة ظل كل واحد منهما يحكي للاخر كيف مضت السنون السابقة من عمره كانت تستوقفهما كل اللحظات وكل التفاصيل علم الحسن القادم من فرنسا ان جده المختار السجل ماسي حاول مرات عديدة ربط الاتصال به ولكن النجاح لم يحالف مساعية تذكر وهو يحكي لاخيه ما مضى انه تزوج فتاة من الراشدية اسمها فاطمة بنت عبدالرزاق وانه رزق منها بولد سماه عبدالقادر تيمنا بجده لامه سر الحسن تاجر المجوهرات لهذا الخبر فان يكون لشقيقه ولد ذكر يعني امتدادا لسلالة المختار السجل ماسي قد الشقيقان شهر رجب وشعبان لا يفترقان لا حديث لهما الا عن مسار حياتهما ولما اقترب شهر رمضان اقترح الحسن بائع المجوهرات على شقيقه ان يقوم بزيارة الى تافلالت مسقط رأس والدهما وان يزور الراشدية بحثا عن الولد الذي رزقه الحسن من مطلقته فاطمة بنت عبد الرزاق كان الحسن بائع المجوهرات يعاني من مرض في المعدة وكان الاطباء ينصحونه بان لا يصوم حفاظا على صحته ولكنه كان يصر على الصيام ايمانا منه بان الصوم في مثل تلك الظروف الصحية الصعبة يكسبه المزيد من الاجر والثواب لما بلغ الراشدية وكانت قد انقضت بضعة ايام من رمضان احس الحسن بألم شديد يمزق معدته كان صائما اغمي عليه سعى شقيقه الى توفير الاسعاف لما افاق الحسن اشر اليه بالطلب طائرة لنقله الى الدار البيضاء قال ان التأمين الصحي الذي يستفيد منه يوفر له ذلك بعد بضع ساعات كان الرجلان يحلقان على متن طائرة طبية لما حطت الطائرة في مطار الدار البيضاء كانت سيارة اسعاف في الانتظار نقل الحسن بائع المجوهرات الى احدى المصحات المعروفة في الدار البيضاء كانت حالته خطيرة كان في غيبوبة وقبل ان ينبلج صبح اليوم التالي كان قد اسلم الروح الى بارئها بقي الحسن العائد من فرنسا تحت وقع الصدمة عدة ايام وكان قد فقد حقيبة اوراقه وضمها جواز سفره الفرنسي خلال نقل شقيقه من الراشدية تذكر انه نسيها في سيارة الاسعاف التي نقلته الى المطار علم لاحقا ان المؤمن قام بكل الاجراءات وبان شقيقه توأم قد ووري الثرى في الريصان كما اوصى بذلك زوجته التي حضرت من فرنسا ايقن الحسن ان شقيقه دفن باسمه هو وبوثائقه هو فقد تم استعمال حقيبة وثائقه التي ضاعت منها لاعداد كل الوثائق التي تخص الدفن ذات صباح رن جرس المنزل فتح الباب فاذا باحد عمال مصنع الحلي يطالبه بشيك بالمبلغ الذي يتيح دفع اجور العمال وشراء بعض متطلبات المعمل لم يكن العمال قد علموا بعد بوفاة مشغلهم وقع الحسن على شيك بالمبلغ المطلوب ولما مضى العامل الى البنك رفض الموظف صرف المبلغ لان التوقيع الموضوع على الشيك ليس توقيع صاحب الحساب البنكي كان الحسن قد تعامل بشيء من الفضاظة مع العامل وهو ما اثار استغرابه فقد تعود الحديث اللين من مشغله الحسن السجلماسي عاد العامل ويدعى عمر الى بيت مشغله خرج اليه الحسن ولما ابلغه بما حدث استمهله لحظات ليعطيه شيكا اخر في تلك الاثناء تفطن العامل الى ان الذي استقبله ليس مشغله الحسن كان الحسن صائغ المجوهرات قد فقد جزءا من سبابة يده اليسرى بينما الذي امامه مكتمل الاصابع كان العامل من الاوفياء للحسن السجلماسي بائع المجوهرات ولذلك قرر ان يقصد مفواضية الشرطة ليبلغ عن الامر استمع عميد الشرطة عبد الرحيم المضارع الى اقوال العامل الشاب انتقل الى المؤسسة البنكية التي رفضت صرف الشيك تبين للعميد ان التوقيع الموضوع على شيك ليس توقيع صاحب الحساب كان العميد قد استخرج نسخة من الجذاذة الخاصة بالحسن السجلماسي وكان واضحا انه فقد جزءا من سبابة يده اليسرى قصد العميد الى منزل الحسن السجلماسي فتح الباب فاذا بالعميد بالرجل سأله عن اسمه فقال انا الحسن السجلماسي لن يضف العميد اي سؤال اخر امر اعوانه بالقبض على الرجل واقتياده الى المفوضية هناك رفعت بصماته وبدأ استنطاقه بالنسبة للعميد فانه ينتحل شخصية الحسن السجلماسي بائع المجوهرات المعروف افضى الرجل الى المحققين بانه الشقيق التوأم للحسن السجلماسي وبانه بدوره يحمل اسم الحسن حكى قصة افتراقه الى ان التقيا حكى السفر الى الراشدية بحثا عن الولد الذي رزقه من زوجته فاطمة بنت عبد الرزاق تحدث عن وثائقه التي ضاعت والتي اتخذت هوية لشقيقه الهالك قال انه كان يسعى لاستعادة هويته المغربية لما وقعت كل تلك التطورات بعد ان اتصل بالقنصلية الفرنسية لتجديد وثائقه اصف بالنصاب صار بلا هوية وقرر ان يستغل هوية شقيقه الهالك فهما يتشابهان خلقة واسما تم وضع الرجل رهن الاعتقال الاحتياطي وافق الوكيل العام للملك على نبش قبر الحسن السجلماسي في الرساني تيقن الفريق الذي انتقل الى المكان من ان الدفين فاقد جزءا من سبابته اليسرى في سياق هذه القضية تم احياء قضية قديمة بحث عن الحسن السجلماسي كان قد طالب به ابنه عبدالقادر بلغت مصالح الامن عبدالقادر بان والده المفترض يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي ولما حضر الى الدار البيضاء كان المحققون قد توصلوا بنتائج التحاليل المخبرية التي اجريت على عينة من شعر الحسن الهالك وشعر شقيقه اثبتت النتائج انهما شقيقان لاحقا تأكد ان عبدالقادر هو الابن الطبيعي والشرعي للحسن السجلماسي القادم من تندوف طويا ملف ايقن الحسن ان عبدالقادر ولده الذي تخلى عنه رضيعا سيؤمن استمرار سلالة المختار السجلماسي لما حضر عبدالقادر الى الدار البيضاء كان يرافقه ثلاثة من ابنائه عودة البحار لا كثير من البحارة اولئك الذين يجبون البحار والمحيطات ولا ترس اقدامهم على بر الا في فترات متباعدة كثير من اولئك البحارة يعانون من حالة كبت مرضية فعلى متن السفن التي تنقل البضائع بين القارات او حتى تلك التي تتبع للاساطير العسكرية لا يتاح للبحارة ممارسة حياة طبيعية ولذلك وعلى مدى عصور كثيرا ما يشاهد اولئك البحارة حين ترسوا سفنهم في ميناء ما يتهافتون على دور البغاء او الاماكن التي يستطيعون اللقاء فيها مع امرأة يمضون معها وقتا طالما حلموا به وهم راكبون البحر وامواجه لم تكن حياة يونس الفحام لتختلف عن حياة اولئك البحارة كان مثلهم منذ ان تخرج بديبلوم ميكانيكي سفن من المعهد العالي للتكوين في اسف كان في الرابعة والعشرين من العمر يوم ابحر للمرة الاولى بعد فترة تدريب من سنة واحدة تم توظيفه مساعدا لرئيس الميكانيكيين على متن ناقلة نفط تملكها شركة بيترول اماراتية كان يمضي معظم وقته في قاعة المحركات كان هديرها يعلو هدير البحر والموج مع مرور الوقت تعود الشاب على ذاك الضجيج الذي لا ينتهي كان يحس الفرق الكبير بين تلك الساعات الطوال في غرفة المحركات وحين يكون خارج تلك القاعة كان يحس براحة لا يستطيع توصيفها يوم يخلو بنفسه اعلى الناقلة حين كانت تمتزج في مرمى نظره زرقة السماء بزرقة المحيط كان يونس كباقي البحارة يلاحق النساء من بائعات الهوى حين ترسو ناقلة في ميناء من تلك الموانئ التي تنسج فيها خيوط الكثير من الاساطير والحكايات التي لا تمثل فيها الوقائع الحقيقية سوى نسبة ضئيلة كان العمر يجري بذاك الشاب القادم من اسفي لما تخط الخامسة والثلاثين لاحظ انه يفني ما يحصل عليه من مال لقاء عمله الشاق في الجري وراء الشهوات كان يحس بذلك حين يصعد من جديد على ظهر الناقلة كانت اخبار اصدقاء الماضي تصله تزوج اغلبهم وصارت لهم اسر صارت فكرة الزواج تراوده بل تلح عليها وقد اوشك ان يتم العقد الرابع عام خمسة والفين وقد صادفت عطلته تلك اقامة احد اصدقائه القدامى حفل زفافه كانت الاجواء البهيجة التي مر فيها حفل الزفاف مما جعله يقرر البحث عن رفيقة العمر وفي اقرب الاجال وقد التقى خلال تلك المناسبة بشابة لفتت نظره بجمالها ورصانتها اسمها سلوى العامري كانت في الثلاثين وقد علم منها انها تعمل في ميناء اجادير لحساب احدى الشركات المتخصصة في تموين السفن تطورت العلاقة وتوتدت بين يونس وسلوى وقد صار يلتقيها كلما عاد الى اجادير صار يحرص على قضاء كل عطله بالقرب منها وعدها بالزواج ومضى يضاعف الجهد في عمله بما مكنه من الحصول على علاوات ومكافآت استطاع يونس توفير مبلغ محترم من المال خلال السنتين الاخيرتين استثمر كلما توفر لديه في شراء شقة محترمة في احد الاحياء الجميلة بمدينة اجادير كان كلما رست الناقلة بمدينة اشترى منها هدية لمحبوبته ولما كان يأتي الى اجادير لقضاء عطلة من بضعة ايام كان يأتي محملا بهدايا كثيرة لسلوى كانت تتقبلها منه شاكرة لم يكن يخفى عليها ما يكنه لها من حب في العام سبعة والفين اتفق يونس الفحام وسلوى العامر على الزواج كانت سلوى ابنة اسرة محافظة وكانت تحرص على ان تكون كل لقاءاتها بيونس في اماكن عامة كان هو يمن النفس بها وكلما عاد الى العمل كانت صورتها تلازمه في عزلته طال غيابه قبل عودته الاخيرة مر نحو عام وفي مطلع صيف العام ثمانية والفين حل بميناء اجدير كان قد اخترها بمجيئه لما كان ينزل سلم الباخرة كانت هي تنتظره في الاسفل كانت انيقة اجمل مما تركها في المرة الاخيرة التي جاء فيها الى اجدير وما ان وصل اليها حتى احتضنها وعانقها بحرارة استقل سيارة اجرى ومضي الى تلك الشقة التي كان قد اشتراها لم تكن سلوى قد رافقته اليها من قبل وقد وافقت هذه المرة لانها وضعت فيه ثقتها الكاملة الم يتفق على عقد قرانهما بعد اشهر قليلا ما ان حلى بتلك الشقة وما ان اغلق الباب حتى امسك بها بقوة وجرها الى غرفة النوم كانت حالته غريبة كان يرتجف ويتصبب عرقا كان يحاول نزع فيابها لما صرخت في وجهه لتثنيه عما يريد وليخلي سبيلها ولكن صراخها ثم توسلها اليه جعلاه اكثرها يجانا اخرج من جيبه سكينا ووضعه على رقبتها امرها ان تضع ثيابها حاولت ان تقنعه بانه يستطيع ان ينال ما يريد ولكن عليه قبل ذلك ان يعقد عليها كان يصم اذنيه كان ذئبا حقيقيا في حالة هيجان لم يكن امام سلوى الا ان استسلمت له عبث بها وذهب بشرفها ولما قضى وطره وهدأ عاد الى صورته الاولى عاد كما عهدته من قبل يونس الذي احبها واحبته كان يبكي اعتذر لها عن الذي صدر قال لها انه على استعداد ان يعقد عليها وفي الحال فتح احدى حقائبه واخرج منها الهدايا التي حملها اليها كل ذلك لم يحرك ساكنا في نفس سلوى المكلومة الجرح الذي خلفه في نفسها غائر ولا صورة لها عنه الان سوى صورة الوحش الذي هاجمها واخذ منها كل شيء تذرعت بانها بحاجة الى العودة الى الميناء لضرورة العمل ثم غادرت الشقة صارت تحتقره وتود لو تستطيع الانتقام لشرفها توجهت الى مقر مفواضية الشرطة بالميناء ذهبت تستشير احدى مفاتيشات شرطة الحدود كانت تعرفت اليها انصتت اليها استغربت لانها لم تسمع من قبل عن خطيب يغتصب تلك التي ينوي الزواج منها عرضت عليها ان تساعدها في الوصول وحالا الى مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الذي بحكم تجربته يستطيع ان يبين لها الطريق التي عليها ان تسلكه لما استقبلها وعرضت عليه قصتها ابلغها بانه ليس من حقه ان يبدي رأيا او يؤثر عليها ومع ذلك فانه ابلغ الامر الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالنظر الى ان عناصر الاختصاب متوفرة من حيث ما صرحت به سلوى كان رد الوكيل العام ان امامها خياران ان تسجل شكايتها او ان تقبل بالامر الواقع وتتكتم على الذي حدث في حالة تقديمها شكاية وبمجرد ما ان يتم تسجيلها فسوف لن يكون باستطاعتها التراجع لان الاختصاب اذا تم اثبات حدوثه سيصبح جريمة حق عام لا يسمح القانون للنيابة العامة بالتخلي عن متابعة الفاعل اختارت سلوى العام لتسجيل شكايتها ضد يونس الفحام تتهمه باغتصابها وافتضاضها كانت الخطوة الاولى التي قام بها الباحث في هذه القضية ان وجه سلوى الى الطبيب الشرعي لفحصها والبحث عن كل وسيلة تثبت المنسوب الى المشتكابه رافقتها احدى الضابطات وقد اثبت الفحص وجود اثار افتضاض الحديث كما قام الطبيب بعملية كشط مهبلي مكنت من اكتشاف سائل ذكوري تم ارسال عينة منه الى المختبر ابلغت وصل العميد بالامر بالقبض على المدعو يونس الفحام وقد دلت سلوى على مسكنه مثل الرجل امام الفرقة الجنائية المكلفة بمتابعة البحث وقد فجأ الباحثون بالتلقائية التي اعترف بها يونس فقد اقر بفعل الافتضاد وبانه اجبرها على المضاجعة كان مصرا على ان ما قام به من حقه ما دام قد وعدها بالزواج وانه على استعداد ان يعقد عليها في الحين لم يلاقي العميد ادنى صعوبة في تحرير المحضر وقد وقع عليه يونس دون ما تردد اذ كان يحسب ان ذلك سيعجل ببداية الحياة الزوجية التي يحلم بها رفقة سلوى توبع بالمنسوب اليه كانت اعترافاته واضحة استفاد من ظروف التخفيف وقد اثبتت خبرة الطب النفسي ان الرجل يعاني من مرض وان السلوك العدواني لديه قد يصل فضاعة من الاختصاب قضت عليه المحكمة بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية هامة ووضع السجن وقد اكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحددت الغرامة في مائة الف درهم لفائدة الضحية استنفذ يونس الفحام كلما كان لديه من مال لتسديد تعويضات المحامين وما قضي به عليه من غرامة لم تكن تلك نهاية القصة في السجن بدأت مرحلة جديدة في حياة البحار مضت سلوى العامري الى حال سبيلها تحاول ان تلملم جراحها وترمم نفسيتها بينما ادخل يونس الفحام السجن كان في زنزانة اوت قتلة ولصوصا واخرين من النصابين ومن قبض عليهم في حالة سكر علني كان بين نزلاء تلك الزنزانة لص محترف كان متخصصا في سرقة المنازل كانت له قدرة جني في فتح الاقفال ولا يصمد امامه اي قفل مهما تعقدت تركيبته انفق يونس الفحام كلما كان في حسابه البنكي لدفع اجر المحامين الذين تولوا الدفاع عنها وتسديد قيمة التعويض المحكوم به لفائدة سلوى ثم ما لبث البنك الذي اقرضه بعض المال لاتمام شراء الشقة ان رفع دعوى ضده يطالب بسداد القرض بعدما تراكمت الاقصاط غير المؤدأ ثم بيعت الشقة في بزاد العلني ولم يعد ليونس البحار اي شيء صارت تهيمن عليه الان فكرة الانتقام ما يراه ثأرا لكرامته كان يفكر ليل نهار في الطريقة التي ستوصله الى سلوى العمر تلك التي احبها وكان يريدها زوجة قبل ان يغتصبها تحت تهديد سكين وضعه على رقبتها كان يونس الفحام كلما تذكر تلك اللحظات التي كان يمضيها مع سلوى وتلك الهدايا التي كان يحملها اليها كلما عاد الى اجدير يزداد حقدا عليها ورغبة في الانتقام منها تقرب اكثر الى اللص الذي تخصص في فتح الاقفال وتعلم منه الكثير كان يريد ان يصل الى سلوى مهما تعقدت الاقفال التي ستكون بالمفضية اليها وكان سبيله الى التقرب من ذلك اللص حكايات عن البحر واعاجب البحار كانت حكايات فيها القليل من الحقيقة والكثير من الكذب ونسج الخيال لم يكن في الزنزانة من يستطيع معارضته بل لم يكن فيهم من يريد ان ينزل الى بر الواقع كان يونس يحكي عن البلدان التي زارها عبر العالم وكانت حكاياته تلك تجعل الكثيرين ممن هم في الزنزانة يتخطون بخيالهم الاسوار والحدود يسافرون بعيدا حتى اذا ما غالبهم النوم استسلموا له في الصباح يستيقظون على واقع السجن كانت الايام تمر رتيبة وبطيئة في البدء كان يحاول احصائها ثم استسلم لدوامتها ويعلم انه سيغادر السجن بعد ان يقضي عقوبة الثلاثة اعوام في ماي من العام احد عشر والفين غادر السجن صديقه الليس المتخصص في فتح الاقفال كانت قد نشأت بين الاثنين علاقة وطيضة بعد شهر ونصف الشهر اكمل يونس عقوبته وغادر السجن كانت حالته النفسية مضطربة فقد حان الوقت الذي انتظره ثلاثة اعوام ها هو الان في الشارع يستطيع الوصول الى تلك التي تسببت له في دخول السجن وخسارة توجه الى صندوق المحكمة واسترجع ما بقي له من مال كان المبلغ يمثل ما فضل عما استخلصته المؤسسة البنكية التي باعت الشقة قصد عنوان صديقه الذي اواه كان يظن انه سيتخذه شريكا له يساعده في عمليات سطو مقبلة سيره يونس وتعلم منه كيفية فتح اقفال السيارات وسرقتها في دقائق كانت تلك مرحلة اولى كان صاحبه ينوي ان يعلمه بعدها كيف يتسلل الى المنازل بفتح الاقفال طالت لحية يونس واهمل الاعتناء بها وصارت رثة ملابسه كان يبدو في الشارع في حال المتشردين وكثيرا ما صادف وجوها كان يعرفها لم يتمكن احد من التعرف اليها وذاك ما كان يريد ذات صباح غادر منزل صديقه باكرا وتوجه الى ميناء اجدير كان يحاول العثور على سلوى ظل يتجول في الميناء عدة ساعات لم تظهر سلوى ولم يكن بمقدوره ان يسأل عنها ايا كان وهو في تلك الحالة من الاهمال والاتساخ كان الجو حارا ولما اعياه التنقل في الميناء اوى الى ظل شاحنة مقطورة كانت مستوقفة غير بعيد عن مقر شركة التموين التي تعمل بها سلوى ولا يدر ان كانت لا تزال تعمل بها اخرج من كيس بلاستيكي قطعة خبز كان قد وضع بها سمكا مسبرا وراح يقضم منها وفجأة توقفت امام باب الشركة سيارة تبدو جديدة نزلت منها امرأة انيقة ملبس ما ان نظرت الى جهة الشاحنة المقطورة حتى تعرف اليها انها سلوى صارت متسارعة نبضات قلبه منذ ذلك اليوم صار يلاحقها لم يكن لاي كان ان يتعرف اليها وهو في الحالة التي كان عليها لاحقها في الميناء وخارج الميناء وفي مرات كثيرة هم بالاطباق عليها ولكن وجود المارة كان يحول دون ذلك خطط يونس لخطف سلوى بطريقة لا تستطيع الافلة منها ولا ان يغيثها احد مساء السابع عشر من غشت من العام احد عشر والفين وكان يوم اربعاء كان يونس يجوب الشوارع بحثا عن سيارة يسرقها في زنقة متفرعة عن الشارع الرئيس في احد الاحياء الشعبية ظهرت له سيارة نفعية لم يكن المكان مضاء بما فيه الكفاية لم يظهر له وجود لحارس او اي شخص اخر اخرج من جيب معطفه المتسخ حزمة من المفاتيح كان قد حصل عليها من صاحب هيلس في ثواني معدودات تمكن من فتح الباب تسلل الى الداخل كان في جملة المفاتيح التي معه مفتاح يصلح لكل الاقفال ادار المحرك ثم انطلق بالسيارة مضى الى مكان على الشاطئ كان الجزء الخلفي من تلك السيارة معزولا عن مقصورة السياقة ولم تكن به نوافذ قم بتخريب القفل الذي صار بذلك متعذرا ان يفتح من الداخل كانت خطة خطف سلوى قد اكتملت في ذهنه كما انه وفر وسيلة القيام بها كانت ملاحقته لسلوى خلال الايام الاخيرة قد جعلته يتعرف الى محيط العمارة التي تسكنها في صباح الثامن عشر من غشت من العام احد عشر والفين اوقف السيارة التي سرقها في باب العمارة وفتح بابها الخلفي كان الامر يبدو وكأن احدهم احضر السيارة الى هناك لحمل اثاث او ما شابه لم يطل انتظاره اكثر من نصف ساعة ثم ظهرت سلوى بباب العمارة كانت انيقة كانت سيارتها في الجانب الاخر من الطريق وما ان وصلت بمحاذاة باب السيارة المفتوح حتى اسرع يونس ودفعها الى داخل السيارة ثم اقفل الباب لم يسمع صراخها احد مر كل شيء في لمح البصر ركب يونس وانطلق بالسيارة حاولت سلوى عبثا فتح الباب حاولت ان تنتقل الى مقصرة السياقة ولكن شباكا حديديا كان يحول دون مرورها كانت السيارة تبتعد عن المدينة ثم وصلت الى منطقة غابوية لاحظت سلوى ان السائق دخل الغابة توغل فيها عميقا ثم توقف كان وجهها ملتصقا بالشباك الحديدي تحاول ان تستكشف المكان استدار السائق الى جهتها كان منظره مرعبا كانت لحيته كثة ومتسخة وكانت في نظرته كل معاني الشر كانت على رأسه قبعة بالية ازالها ثم قال لها هل تعرفين من اكون ايتها الجميلة امعنت النظر اليه ثم قالت انت يونس يونس البحار هل قلت يونس المجرم المغتصب انت يونس خطيب السابق ضحك لما لا تقولين كما قلت للشرطة انني يونس الوحش لما لا تقولين كما قلت امام المحكمة حين تناسيت كل ما كان بيننا والقيت بي الى السجن وكنت السبب في افلاسي صمت قليلا كانت هي تبكي ثم استأنف كلامه يوم حدث يوم حدث يوم حدث الذي حدث كنت اظن انني قمت بشيء اعتبره من حقوقي لم اكن احسب انني اغتصبك اليوم ساختصبك وسألاحقك الى قاع الجحيم هما امران لا ثالث لهما اما ان تستسلمي واما ان اذبحك بهذه السكين قالت له ما الذي يضمل لي انك لن تقتلني قال سأضع السكين في مكان ترينه وضع السكين وخرج من السيارة ثم انفتح الباب الخلفي قال لها ان تضع ثيابها لما نال ما يريد ارتمت عليه من الخلف وحاولت ان تخنقه وهي تصرخ لحظتها اخرج من جيبه سكينا اخر ووجه اليها طعمة على مستوى القلب اغلق الباب وعاد الى مقعد السائق انطلقت السيارة مغادرة تلك الغابة باطراف اجدير في موقف للسيارات غير بعيد عن الميناء ركن يونس السيارة وبداخلها جثة سلوى ظلت هناك بقية النهار وفي صبح اليوم التالي لاحظ احد المرة وجود تلك السيارة لفت نظره اليها الدم الذي كان يتسرب من بابها الخلفي كانت الساعة تشير الى السابعة والنصف صباحا لما وصل عميد الشرطة المكلف بمصلحة بدأت التحريات بعد ان ابلغ الوكيل العام للملك باكتشاف جثة امرأة مقتولة داخل تلك السيارة التي سرعان ما تبين انها كانت مسروقة تحلق الفضوليون حول المكان واضحى شبه مستحيل القيام بالاجراءات ورفع الاثار قرر العميد الاستعانة برافعة نقلت السيارة الى مقر المفوضية نقلت الجثة الى مستودع الاموات لم تمكن المعاينة من العثور على ما يقود الى الفاعل في مستودع الاموات اكد الطبيب الشرعي ان المرأة ماتت قبل عدة ساعات وان وفاتها نتجت عن الطعنة التي اصابتها من جهة القلب كما استنتج انها قبل مقتلها تعرضت للاقتصاب وقد عثر على اثر سائل ذكوري تمت احالته على المختبر كان الباحث يواجه تحديا حقيقيا مكنت قراءة البصمات من تحديد هوية الضحية سلوى العامري امرأة في الثالثة والثلاثين لا سوابق لها قام المفتش المكلف بالتنقيب عن المعطيات بتنقيطها في المستندات العامة اكتشف انها كانت قبل ثلاثة اعوام ضحية اختصاب كان من اغتصبها هو يونس الفحم علم الباحث انه انهى عقوبته الحبسية قبل ايام وغادر السجن الى مكان غير معلوم جاءت التحاليل المخبرية تثبت ان السائل الذكوري الذي عثر على اثاره على جثة الضحية يتطابق تماما مع السائل الذكوري الذي مكن من اثبات اغتصابها قبل ثلاثة اعوام من قبل يونس الفحم ركز الباحث على رفاق يونس في الزنزانة وسرعان ما تبين له التقارب الذي كان بينه واللس الخبير بفتح الاقفال تمت مراقبة منزل شقيقة اللس وبعد يومين كان في قبضة الشرطة كان الطعم الذي قاد المحققين الى يونس الفحم الذي لم يكن قد غادر اغادير بعد تم القبض عليه وكما في المرة السابقة اعترف بكل المنسوب اليه تمت متابعته بالقتل العمد مع سرق الاسرار والترصد والخطف والاغتصاب والسرق السلام عليكم لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الاهل والاصدقاء في واتساب فيسبوك انستغرام هذا فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة